يا صباح الخير عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وافضل حال يا رب يوم جديد النهاردة ويا رب بيكون يوم سعيد قلت عمل معكم اشارككم الروتين اليومي اللي انا بعمله الصبح يعني تقضوا معي تقريبا اليوم يعني ساعة الوقتي ستة الصبح لسا رايحة من السكين كير بقى بتاعي الروتين اليومي بتاعي بستخدم ده ده السكراب بالخوخ ده حلو جدا بحبه قوي قوي بتاع سانت ايف حلو بيعمل سكراب حلو وبينظف بعمق وكده فبحبه جدا بصراحة مش فاكر سعره يعني هبقى هبقى احاول اعرف انا اصف على منظر ضافري بس انا كنت يعني بريحهم مبارح لان المفروض ان انا نزله النهاردة فقلت ايه رايحهم مبارح علشان رايحهم يوم يعني كده عشان اعرف لما احط المنيكورو كده يعني مرتاحين ومش متكسرين فمعليش على المنظر ده يعني سوري مهم ده حلو قوي بيعمل سكراب حلو للبشرة بعمق كده ولطيف وخفيف ما بيتجرحش في البشرة ما بيه ما بيبوزهاش يعني ده زي مقلت لكم بالخوخ وليه اطعمه كتير وليه حاجات كتير وهبقامل لكم فيديو كامل ان شاء الله عن المركة دي لان فيها حاجات حلوة كتير فان شاء الله بازن الله يبقى في فيو تفصيلي عنها فده السكراب ده الغسول بتاعي من استخدموا بقالي فترة كبيرة خلاص بيخلص تقريبا حلو جدا مش بينشف البشرة ولطيف عليها وبينظف بعمق وكده بحبه قوي وبستخدم طبعا سنسو داين ده تقريبا بتاعي لسه الاسنان الحساسة يعني ولا ده ده بتاع مكتوبة علي طبيض مش عارفة بقى سنان انا مسألت قولي بردو ده للأسنان الحساسة عمو من سنسو داين حلو يعني باستخدمه البدري ومرتاح عليه في يعني مفيش فيديو اعمله يعدي من غير ما الكلاب تهوهو فعادي بقى المهم ده السكين كير بتاعي بتاع الصبح يعني هروح اعمله وارجعلكم ده مش كامل طبعا لسه بعد ما خسل وشي بيبقى في حاجة تانية هقولها لكم بس هبتدي دلوقتي بدا السكروب والغسول واسناني وهقول لكم هنعمل اي بعد كده بعد ما بخسل وشي ببتدي بقى فقرة بقيت السكين كيري اللي بعد الغسيل الوش وكده ده التونر ده حلو قوي برضو من لاروش بوزي بحبه جدا جدا اه انا بقى اعملكم فيديو تفصيلي عن منتجات دي لان حاجتها كلها حلوة التونر ده ما بيحرقش البشرة ولطيف وخفيف و بحبه قوي فباحوطه بعد ما بخسل وشي وبعد كده بحط السيرم ده من كليو مش عارفة باين ولا لأ سيرم بفايتامين سي بحبه جدا اه بيطري وبيدي بخلي البشرة بتلمع كده وطرية وبذات في الشتاء في الشتاء ببشرتنا بتبقى كأنها عطصانة كده ومرهقة فهو بيطريها جدا وحلو ولطيف جدا انا بحبه جدا 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 اه بعد السيرم بحط الكريم ده من شان ده جل يعني كريم كريم جل يعني بيمتص بسرعة بحب بحطه قوي قوي لو انا نازلة وهامل ميكوب وكده لانه مناسب جدا بيبقى تحت الميكوب رائع بيدي ترتيب حلو وفي نفس الوقت بينشف بسرعة لو انتي مستعجلة وحلوة قوي 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 جميل 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 اول ما بتحطي بتحسي انه ستيكي كده في بشرتك كده ملزق شوية بس الاحساس ده بيروح وبيبقى حلوة قوي وبردو بشرت الجفة وطعبانة هتحبه قوي يعني فبحطه بعد السيرم واخر حاجة كريمي العين ده من لاروشبوزي برضو بحبه قوي اه بي اه اه انا تحت عيني بيبقى ناشف قوي في الشتاء جاف قوي فبيطري قوي تحت العين فانا بحبه جدا يعني حبيته جدا الاسعار بصراحة مش فاكريها لو افتكرت اي حاجة منها هبقى اكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس تحك وكده كده المنتجات دي هتكلم عنها بالتفصيل في فيديوهات تانية انا بقول لكم عموما يعني الروتين بتاعي اليومي بذبت على الصبح يعني فدي المنتجات اللي انا بستخدمها بعد ما بخسل الشيء على طول بعد كده بقى بعمل القهوة بتاعتي ده بون برازيلي محوج فاتح بحبه جدا بصراحة يومي ما يبتديش من غير القهوة طبعا بفتحاني على القهوة اساسا بعد ما بخلص السكين كير بتاعي بعمل القهوة واقفة مستانية بقى تخلص ونشوف هنفطر ايه مع بعض ده بعد كده الفطار بقى انا بحب البت جدا في الفطار وهو صحي اصلا بصراحة واجبة الفطار مهمة عام واجبة انا باكلها فعشان بانزل وكده فلما باكل بيت ما بحسش باني جاعنا بقيت اليوم ويش توست وطماطم انا مش من عشاق الطماطم بس يعني في الفطار بتبقى لطيفة ودي جبنا جبنا بالخضار يعني فلفل وكده بحبها بتبقى بتبقى لطيفة وبحط معاهم مستردة انا ببرده من عشاق المستردة فطار غدا عشا لازم المستردة فكده هنفطر بقى ونشوف هنعمل ايه بقيت اليوم ودلوقتي الساعة خمسة وانا لازم انزل الشغل شغلي بشتغل في مكتب عشان محامية وكده فبشتغل في مكتب بالليل فلازم بنزل على الساعة ستة ستة ورب فبحب اشرب حاجة صوخنا قبل منزل فهاشرب بحب النوع ده بتاع كابري هذا هو ثلاثة في واحد فاااااااااااااا باخد ده وباستخدم السكر دايت بتاع ااااااااااام سويتال باخد كيس واحد بس الكيس ده بيكفي مرتين تقريبا يعني ربما عاشمين عشان امسك الموبايل وبعمل نفس الوقت نسي الكيس معلقتين تقريبا لما باشرب مشروبات عادية بحط كيس واحد من من السكر ده لما باشرب بقهوة بحط كيسين عشان بتبقى مرة شوية وانا بحبها مزبوطة يعني بصراحة من احلى المشروبات السخنة اللي انا بجربها في حياتي بصراحة بحبه جدا يعني انا بحب الكيس والحاجات دي بس الهوط شكلت بتاع كابري او كاتبري حلو جدا بحبه جدا بيبقى فيها يعني هو بيبقى فيه المفروض ان هو في لبن اا او مش لبن اا كريمر يعني بس بحس انه كريمر مختلف مش داي اجيب مثلا الكريمر العادية يعني يعني مثلا هقول لكم فيه نوع الكريمر دي النوع ده ما بحبوش خالص خالص ما بحبش استخدمه في اي حاجة طعم يعني طعمه بيبقى باين كده ولا مش حلو ده ما بتحسوش باي طعم فيه يعني هو طعم شوكولاتة فبحبه جدا هشربه بقى وبتدي استعد علشان انزل الشغل ودلوقتي بجهز عشان خلاص نزلة لینجا الاوضاع ابدا مش حلو في قطي يعني بس ده الطقم اللي انا هل بسهوم بروفر الاسود وعليه الكارديجن ده مش عالف فا بقي مش مش رد يا عميل زوم وده البادي سبلاش بتاعي من روز ريحتو حلوة جدا مشو من روز يعني اسمو روز ريحتو حلوة قوي وده الاوتفيت يعني بتاعي وعليه طبعا البنطلون الجينز وبس كده ورجعت البيت كان يوم طويل جدا ومرهق خلاص رجعت البيت بقى هنام هعمل سكينكير سريع كده قبل ما نام فهخسل وشي هو هو بتاعي روش بوزي بس خلاص يعني تقريبا ده هيبق اخر استخدام لي دلوقتي يعني خلاص هخسل وشي بيدلوقتي وخلاص على كده والتونر بتاعي برضو بتاع لاروش بوزي وحط الكريم بتاع شان بس خلاص اليوم خلاص كان يوم يعني طويل في الشغل مرهق جدا في الشغل يعني بس ما كانش فيه انجازات كتير يعني ما عملتش حلقة جديدة احتمال بكرة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني ان شاء الله هيبقى فيه فيلوج حلو باذن الله يعني يا رب على حسب الظروف يعني استنوا الفلوج بتاع بكرة باذن الله اللي هو بكرة تبقى الجمعة هعملكم فيلوج حلو باذن الله ان شاء الله بس كده يارب يكون الفيديو عجبكم ويارب يكون اليوم بتاعي ما كانش مملة على قلبكم اشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلام